خد بالك احنا احنا فرحنا قوي صح ان النتيجة طلعت ايجابية مستلبية صح على هالي مخسر النواش اه كن نساء نكسب بس على هالي مخسر النواش الله ينور عليك يخليك ورجعت في الجيم صح بس فيه اوقات انت بتعمل حاجة ممكن تبقى كويسة وترش عليها شوية تراب تبوزها عم بتعمل طبخة حلوة قوي وتزود الملحة بتاعها مش كل وقت نقول تصريحات صح لو انت لو انت ممكن تكون مش هقول ما بما بتاع يعني الكابتن حسام تاريخي طبعا قوي قوي وكابتننا وكابتن مصر واسم كبير جدا واعظم من انجابت الكورة المصرية في مركز الفروس هصيغادك عشان انا عرفت عايز تقول ايه انت عايز تقول انه مش كل الناس عندها فن الكلام ومش كل الناس عندها المهارة ديت وممكن الكابتن حسام عشان بيكلم من قلبه كده فبيقول كل حاجة وانت كمدير فن المنتخب مصر ممكن تكون كل كلمة محسوبة عليك ده كل حرف كل حرف طبعا مش كل كلمة صحيح فكرة فكرة ان 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 انت حاسس ككابتن حسام حسن ان في ناس مطرب بصالك ومش عايزة منتخب مصر تكسب ده مصيبة صودة لا طبعا مستحيل يعني ده مش مستحيل اه بقولك يا كريم ده ده صعب جدا يا سيدي انا قلت على الهواء كابتن طارق لو افترضنا ان فينا الناس نفسها سيئة كام يعني تعدوا على صحابة ايه لوحدة دول مش المفروض انت تطلع تكلمهم وكنهم عدد كبير من المصريين اللي عايزين كده يعني دول اصلا ما تتعجي لهمش كلام ولو الكلام ده بيداقك ما تسمعوش ما تقعدش تتفرج ما تقعدش تسمع للناس ويفضل كمان ان اللي قريبين منك ما يخلكش تشوف الكلام ده ولا يكلموك عنه لان انت بتدي ردة فعل سيئة بتخلي الامور تبقى صعبة عليك انت كابتن حسام حسن صح والدليل انه مثلا انت بدأت معايا النكوشن دلوقتي بالكلام بتاع كابتن حسام قبل بتتكلم حتى على المباراة انا عندي كلام فنيات هو عملها في الشوت التاني ممكن تيجي وعندي عليه اعتاف فني برضو نقول هولو لان في الاول وفي الاخر انا عايزة شوف منتخب مصر في كاس العالم طبعا وهقول كلمة يعني الناس بقى يعني ما تستغرباش شوي انت قلت كلمتين في الانترو قلت ان احنا كنا بنتعادل مع ليبريا وكنا 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 وزنبيا ونبيبيا وغلب ومتاع قوي الكلام ده انما في الاول في الاخر انت ابتدت ضربة البداية في التصفيات قوي جدا صح وكسبت انت قلت عدد اللي بنات اللي خدناها عشرة بونت ودول ما حصلتش قبل كده الا في التصفيات اللي احنا بنتصال فيها صح هتقول يا شباب المباريات اللي هي اللي باقي هقوليك ان احنا خلاص ان شاء الله صعدنا بإذن الله انما القصة بقى بالنسبة لانا ان منتخب مصر في زل المجموعة دي لما وصلش كاس عالم تبقى مصيبة سودة ده وجهة نظري لاني انت كده كده احنا مش قلقانين انا وجهة نظري كمصري وكراجل مارست الكورة ولعبت منتخب وما احنا لو معنا تونس بقى والمغرب ولا الجزائر ولا غنة بس عارفك بطريق انت بقى لعيب كبير سواني هنتكلم معنا بس انت بقى لعيب كبير لعيب دولي كبير ومدرب كبير الفكرة في ايه لما بنقول ان الدنيا سهلة وهاي سهلة طبعا سهلة بس برضو المهم ده ما يتصدرش للعيبة والجهاز الفني يعني انت برضو لو لعبت اسيوبيا وانت مش مكتهد وبتعمل اقصى حاجة عندك هتخسر لو ما لعبت السيليون وانت مكتهد وبتلعب اقصى مع عندك هتخسر اصلا انت بتتعامل مع لعيبة برضو كبير يا كريم ما بتتعاملش مع لعيبة صغيرة انت بتتعامل مع محمد صلاح اللي النهاردة معموله مسور ستوري حلو عامل شوفوا يا جماعة محمد صلاح الناس برا بتتعامل معاه ازاي في بلد افريقية بيتغنيله وبترقصله كأنه رئيس جمهورية ماشي واحنا هنا لا محمد صلاح وحش لا محمد صلاح ما ينفعش لا محمد صلاح بيلعف مع ليفربول ما بيلعبش لا لا ده فلان بتعلقالي او الزمالك ده احسن من صلحة بمئة مرة ده كارس هذا الفيديو يعني لما يبقى الناس دي بتعمل كده مع ابن بلدك ده انا بغاية السعادة لما تعمل كده لكابتن حسام حسن هبقى بغاية السعادة عارف يا كريم كان نفسي الكابتن حسام النهاردة يطلع ممسوطة يتكلم فني بس صح انا عندي مثلا ايه انا النهاردة عملت ايه الشيوتي الاولاني ما كناش في احسن حالة عندنا افضل من كده الشيوتي التاني عدلنا سحبنا فلان حطينا زيزو كذا حطينا محمد صلاح كذا عملنا الفكر اللي انت عملته في الملعب وما تطرقش للامور اللي هي ممكن تخلي الناس تزعل مني اقول لك حاجة لذيذة قوي كان الكابتن حسام حسن انا طفل معاك طبعا ان هو يتكلم فني بس بس ايه في الاخر طول ايه وبشكر كل الناس اللي بتدعم منتخم مصر وبتدعمنا اتكلم بقى عن ناس اللي بتدعم يعني شاور عليهم عشان يكتروا يعني انت لو بتشاور عليهم مثلا ايه ده كابتن طارق وكابتن احمد وكابتن محمود الناس دي بتدعم بتلاقي كريم بقى ايه تمان انا نعم كمان ده كابتن شو بيشكرهم فانا روح معاهم لكن انت لما بتشاور عن ناس القليلة جدا اللي مجنين ان هم قليلين جدا لو افترض ان هم موجودين انا مش شفتهم ما شفتهم مش بعيني ولا سمعتهم وتشاور عليهم وتقعد تتكلم معاهم تبقى الناس اللي عمها تدعم وتدعم على فكرة لشوك له على واجب احنا لازم ندعم المنتخم على فكرة انا قلتها قبل كده انا يا كريم لما بيجي مطش زمالك مع اي فرقة في العالم زمالكاوي ميت زمالكاوي قتيل بيقوله بلغة الكورة انما منتخب مصر انا بقى لع تشيرت الزمالك وبتكلم على امامه وبتكلم على الشناو وبتكلم على هاني وبتكلم على مروان لان ده منتخب مصر واللي لبس التشيرت بتاع المنتخب بيعرف انتوا كويس قوي قوي وبعدين يا جماعة مش على فكرة برضو لازم الكابتن حسام يفهم دي كابتن حسام خدم مصر كتير قوي بس في ناس زيك كتير قوي يعني مش كل شوية انا باخدم مصر لا ده مش بيدون مقابل انت الرجل بتاخد مرتب اجر ده وماسك منتخب مصر ياخد مرتب عشان ده شغله وتعبه بس هي الفكرة في ايه كل واحد بيحب بلده وبيخدمها في شغله يعني المهندس بيخدم بلده والدكتور بيخدم بلده الله يناور عليك خلاب الشكل كل الناس بتاخده فلوس مطوية ده شغلي بس يعني كلنا بيحب بلده طبعا كلنا بيحب بلده ولا هو الكابتن حسام برضو النقطة دي مهمة جدا محدش بيمن على مصر اكبر من اي حد اقول لك حاجة يا كابتن طارق احقاقا للحق يعني انا عارف ان انت مستغربني اول نهار ده بالعكس لا انت صديق ملعب مع الكابتن حسام انا مش محتاجة اقول لك بس انا اصد ان الكابتن حسام فعلا فعلا حتى لما تقعد معاه اعداد بره الهوى راجب بيتكلم بقلبه بيحب بلده فعلا وبيحب بلده منتخب مصر اوي اعرف انت اللي هو ايه دي بلدي دي حبيبت انا الواحدة يا كابتن حسام حبيبتنا كلنا دي بلدنا مصر بيحبها كلنا بس هو الكابتن حسام لا عنده الغيلة دي الوطنية فعلا بيحب المنتخب فعلا بيشتغل بقلبه دي عشان بس ايه الناس بتتصورش انه انه احنا رايحين لفكرة انه الكابتن حسام وكي انه يصطنع ده لا هو مؤكد مؤكد كابتن حسام بيشتغل بقلبه اوي المنتخب مصر اوي